اليوم الثلاثاء السابع من كانون الاول 2021 عقد اجتماع مجلس الوزراء وكانت هناك جملة من الملاحظات قدمها السيد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بين يدي المجلس كان اولها تقديم التعازي لذوي الشهداء لضحايا التفجير الارهابي الذي حدث في البصرة وتمنى للجرحى الشفاء العاجل بلدنا ما زال يواجه تحديات لتلك الفئات التي تحاول ان تنال من العراق ومن العراقيين الامر الاخر كان هناك تعزيز وتنويه من السيد رئيس مجلس الوزراء بدور المرأة في مفاصل الحياة العراقية جميعا ولاسيما في المؤسسات الحكومية ووجودها المثري والنافع والمهم في مؤسساتنا وكان هناك تنويه بان هذه الكابينة الوزارية تتضمن اربع وزيرات فيها من الكفؤات اللواتي قدمنا افضل ما لديهن من عمل خلال هذه الفترة وخاصة في السنة الاخيرة بما رافقها من تحديات جائحة كورونا كان هناك ايضا تنويه بالحفل الذي سيقام في بغداد في القصر الحكومي بمناسبة ذكرى مرور مئة عام على تأسيس الدولة العراقية عملنا جاهدين مع مؤسسات حكومية اخرى في اقامة حفل يليق بهذه المناسبة وسيكون هذا الحفل اليوم السبت القادم وهو فرصة للتذكير بان الدولة العراقية عبر عمرها المديد ما زالت تتأسس وما زالت تشيع روح التسامح وروح بناء الدولة على اساس التنوع وعلى اساس الثقافات المتعددة وعلى اساس الدستور الذي حدد ملامحها واركانها هذه قضية ايضا اساسية وايضا شكر السيد رئيس مجلس الوزراء جهود وزارة الخارجية ووزارة النقل في قضية العالقين من العراقيين في بيلاروسيا وكيف كان لدينا قرار من مجلس الوزراء سابق في اعادتهم وتوفير المستلزمات لهم لكي يعودوا الى بلدهم العراق هذا اليوم ايضا كان هناك تنويه بهذه الجهود الذي تبذلها وزارة الخارجية ووزارة النقل والحكومة العراقية من واجبها ان تعمل على مراعاة هذا الجانب لأولئك العراقيين الذين تضطرهم ظروف صعبة للهجرة ويواجهون تحديات في تلك الدول التي يحاولون الوصول اليها هناك استغلال لبعض العصابات لمثل هؤلاء الناس للأسف والحكومة العراقية تتابع وتحذر من مثل هذه الاشياء واليوم كان هناك قرار من مجلس الوزراء بضرورة استمرار وزارة الخارجية باتخاذ الاجراءات لازمة لكي تشجع المواطنين العالقين في بلدان عديدة الآن حقيقة في بولندا ولاتيفيا وليتوانيا بالأولئك الذين أجبرتهم الظروف الصعبة على الهجرة تشجعهم على العودة إلى العراق وتحاول أن تخوض مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي لتأمين المستلزمات المالية والإنسانية لإعادتهم هذا الملف أعطي الضوء الأخضر فيه لوزارة الخارجية لكي تواصل جهدها الكبير حقيقة في هذا الملف فيما تعلق بوزارة الثقافة كان اليوم في هذا الصباح تسلم للوحق القامش المعروف كانت وزارة الخارجية قد بذلت جهدا مع سفارتنا في واشنطن ومع جهود الهيئة العامة الأثار والتراث في إعادته إلى العراق واليوم صباحا في مبنى وزارة الخارجية وبحضور السيد وزير الخارجية فؤاد حسين جرى تسليم هذا اللوح من وزارة الخارجية إلى وزارة الثقافة وقريبا سيعرض هذا اللوح مع جملة الاستردادات التي حدثت لآثارنا في المتحف العراقي ويكون هناك افتتاح للمتحف بهذه المناسبة نوهنا كثيرا إلى أن هاتين العمليتين عملية استرداد 17 ألف قطعة أثرية واسترداد لوح قلقامش مع بعض القطعة الأثرية الأخرى هما أكبر عمليتي استرداد حدثتها خلال فترة طويلة من تاريخ عمليات استرداد الآثار العراقية أيضا كان هناك استعراض لمشاركة العراق في مؤتمر المناخ في غلاسكو السيد وزير النفط الأستاذ إحسان عبدالجبار قدم بين يدي مجلس الوزراء فكرة عن ما دار في هذا المؤتمر وكون العراق جزءا من كل المشكلات البيئية التي تحدث بوصف العراق بلدا نفطيا وبالتالي هو جزء من هذه المشكلات البيئية الاحتباس الحراري وغير ذلك وأيضا نوها بتوجه الحكومة الحالية إلى الطاقة البديلة وإلى جملة القرارات المتخذة لتشجيع الاتجاه إلى الطاقة النظيفة كان هناك أيضا استعراض للموقف الوبائي من وزارة الصحة بحضور السيد وكيل وزير الصحة الدكتور هاني العقابي وطمأننا بعض الشيء في أن المتحول الجديد غير موجود في العراق والحمد لله وأيضا أن الموقف مسيطر عليه وأن الأعداد الإصابات والشفاء ما زالت مطبئة في بلدنا لكن كان هناك تشجيع أيضا على ضرورة أخذ اللقاحات خاصة من أولئك الموظفين الذين يعملون في المؤسسات الحكومية وكذلك المراجعين نحن نتجه إلى طريقة إجراء معاملاتنا اليومية الروتينية أن ترفق بضرورة أخذ التلقيحات لكي نشجع العاملين في الدولة العراقية وأيضا المراجعين من المواطني العراقيين إلى أن هذه المسألة باتت مسألة أساسية ولا يمكن التهاون والتسامح في شأنها لأنها حقيقة تؤثر ليس فقط على أعمالنا على مسائل السفر على إجراءات وقوانين البلدان الأخرى في السماح لبعض المواطنين بالسفر والعودة إلى بلدانهم وكان هناك أيضا قرار من مجلس الوزراء يتعلق بتأمين المبالغ المالية لوزارة الصحة لكي تستكمل متطلبات مستشفى النجف التعليمي هذه المستشفى ظلت فترة طويلة غير مستكملة وكانت هناك إجراءات لاستكمالها فيما يتعلق ببعض المبالغ المالية لوضع حد لهذا التأخر في افتتاحها واليوم مجلس الوزراء زود وزارة الصحة بمبالغ مابلية كافية تؤمن افتتاحها قريبا فيما يتعلق بوزارة الموارد المائية أيضا كان هناك مشكلة إيصال التيار الكهربائي إلى مضخات المياه في بحيرة الثرثار عرض سيد وزير الموارد المائية الأستاذ مهدي رشيد الحمداني لهذه المشكلة واستجاب المجلس بالتصويت على تأمين مبالغ مالية كافية لإيصال التيار الكهربائي لهذه المضخات وذلك لمواجهة الشحة المائية حقيقة هذا الموضوع كثيرا ما اتخذنا فيه قرارات على مستوى مجلس الوزراء لمواجهة قلة الأمطار الشحة المائية واليوم هذا القرار واحد منها أيضا كان هناك قرار يتعلق بوزارة المالية وهي أنها مجلس الوزراء خول وزارة المالية تأمين مبالغ لازمة لتمويل مشروع ماء السماوة الكبير هذا المشروع أيضا ما زال بحاجة إلى بعض التخصيصات المالية واليوم بجلس الوزراء خول وزارة المالية بتأمين هذه المبالغ لاستكمال هذا المشروع الحيوي الذي يتعلق بخدمة أساسية من الخدمات التي تقدم للمواطنين وتتعلق بتوفير المياه أخيرا كان هناك قرار يتعلق بوزارة الداخلية ومجلس الوزراء صوت على تخصيص مبالغ مالية لتنفيذ متطلبات مشروع تكامل بيانات العدالة الجنائية هذا المشروع أساسي ومهم في حصر معلومات الأفراد والمواطنين الكترونيا مشروع واعد في أنه يقوض هذه البيروقراطية الثقيلة في التعاملات الحكومية خاصة بالنسبة للمواطنين وهذا المشروع اليوم صوت عليه وخصصت مبالغ مالية تؤمن تنفيذه شكرا جزيلا